إذن أحداث كثيرة وجدل كبير وترقب وقلق وربما قلق صحي لكن في الأول وفي الآخر وكما يقول عنوان حلقة الليلة هي تسعين ديئة فقط هي تسعين ديئة بكل ما فيها يمكن أن يتناسى الجميع كل ما قبلها كل هذه الأحداث والتوترات كل هذه اللقاءات كل هذه الشكاوة والاتهامات حتى كل هذه البيانات لأن الحياة هيبقى لنا وقفة مع الاتحاد الأفريقي وهما يصدر عنه من حقوق الإنسان يا أستاذ بردان هي بالضبط الفريقية حموم الإنسان لا هو فجأة الاتحاد الأفريقي نزعج قاول من واحد قطع فنلته لكن كل الفات ده لم يزعج أحد إدراموا للأسف لم تزعج أحدا ما حدث في الموسم الماضي لم يزعج أحدا ما حدث من العرجون لم يزعج أحدا تم إقصائك من ثلاث بطولات مش من ثلاث نهائيات من ثلاث بطولات هي من حقك شرعا تم إقصائك بقرارات تحكيم فجة ولم يتحدث أحد لكن هو الأهلي فريق كبير فريق عظيم بكرة في التسعين دقيقة سوف يتأكد الجميع أنه هي دي روح الفانيلا الحمرة وأنه هي دي روح التحدي وأنه هي دي قدرة لعب النادي الآلي وشخصية البطل اللي قادر دايما وأبدا على نهاية جيب البطولة من فم الأسد الأهلي اللي جاب هذا اللقب من قبل من قبيلة الأشنط ومن أحضان أبناء الأشنط هو منفذ به أيضا في كل مرة خارج الديار هو صاحب الرقم القياس العالمي الآلي يمتلك يمكن الصديق العزيز الدكتور طرق الأدور مبارح أشار في ضيافة أستاذ أحمد موسى إلى رقب مهم جدا في سياق الأحداث إنك تحقق البطولات خارج ملعبك أنت أكتر نادي في العالم بالضبط إنه يقول له هذا التفوق على منافسه العربي الأفريقي الكبير التراجي الرياضي التونسي في أربع مباريات متتالية هو الأهلي بروحه بقدرته على التحدي بشخصية البطل بكل هذه الملايين من جمهيره اللي مؤكد قلوبها معلقة بما يحدث في تونس وما تنتظره من الأهلي ومع الأهلي ولأجل الأهلي بإذن الله موسيقى موسيقى